فانا ارجع ندي بصة كده على الكمبنانت اللي احنا كنا عاملينه المرة اللي فاتت نشوف احنا كنا عاملينه ازاي ونزلش منه اول حاجة هنلاقي ان البيزيور اللي بتاعنا هو ده ببقى ان انا اصبحنا بنستخدمه كتير في كمبنانت كتير فانا المفروض ان انا ابتدي احطه في مكان آآ يكون مركزي يعني يكون مسلا فايل زي انفيرومنت ولا اي حاجة مركزي كده بحيس اطلع منه دي على طول لكن انا طبعا هعمل الكلام ده ان شاء الله المرة الجاية كنوع من فانا بالنسبة لي هعرف هنا مثلا اه بروبرتي هسميها او اي بي او يو ار ايل ده بتاعنا واللي المفروض طبعا ان انا هجيبه بعد بعدين من آآ ملف مركزي الحاجة التانية انا عايز ايه الانتيتي اللي هترجع لي اللي هي عبارة عن بوست فحروح هنا هلاقي ان انا كنت معرف بوست هنا كنت باستخدمه كجينريك ده بيجي من الفايل اللي احنا عملناه اسمه بوست انتيتي اللي هو ده فطبعا ببقى ان ده اصبح شيرد بيستخدم كتير فاحنا المفروض نرفعه آآ نحطه هنا بقى جوه البوست ده نعمل فولدر للانتيتيز والانترفيس نجمع فيه الحاجات دي بحيس المختلفة تشير مع بعضها ادام هم تحت نفس البيزنس دومين كلهم تحت البوست سيبه هيشيروا مع بعض الانترفيس والانتيتي طبعا هلتكلم على ده برضو كامبروف الاركتكتور بتاع البروزيكت بتاعنا ان شاء الله المرة الجاية لكن احنا دلوقتي مركزين بس على الكونسبت هلاقي ان انا عندي هنا حاجتين حاجة فيهم بتاعة البوست اللي هيجي والريسبونس نفسه لان الريسبونس بيبقى فيه حاجات تانية غير الديتيلس طبعا الريسبونس ده لما كنا بنبعت نجيب بوستس آآ يعني لكن لما هنشوف لما هنجيب بقى بوست بعينو هل هيجيب نفس الديتيلس دي تعالوا نشوف خلينا هنا نرجع ناخد البيزيوار اللي ونجرب فيه البراوزر بتاعنا هنفتح البراوزر وندخل هنا نقول له بوست ده المفروض ان هو بيجيب لنا بس لو عملت سلاس وديت له الاي دي حادينا بوست بعينو طبعا لما كنت بجيب كان بيديني البروبرتس دي اللي هي البوست نفسه اللي بيبقى فيه اي دي وطايتل وبادي وكده وفي الاخر يعني الريف بوستس وفي الاخر كان بيدينا التوتل اللي فيه اجمالي عدد البوستس بتاعتنا والسكيب والليمت دول عشان طيب لو انا جيت زودت هنا الاي دي بتاع البوست احنا هنا بالنسبة لنا الاي دي نمبر لكن طبعا على ارض الواقع ممكن جدا الديزاين بتاعتنا ده بيسي بقى مختلفة بالاي دي بتاعنا يبقى سترينج او او اي دي او شرط اي دي او وطيفر على حسب ما هنتكلم ان شاء الله في الكورس بتاع اه سواء الباك اند او ال الديتابيز فعلاقي هنا بيديني اه اوبجيكت الاوبجيكت ده عبارة عن بوست بس فيه نفس تقريبا نفس بتاعت البوست بس ما فيهوش بقى الحاجات الزيادة اللي هي بتاعت التوتل والليمت والسكيب والحاجات دي فتعالوا بس نراجع نشوف هي نفس اي دي تايتل بادي يوزر اي دي تاجز ري اكشنز فحنبص هنا في اللي احنا عاملينها هنلاقي اي دي تايتل بادي يوزر اي دي تاجز ري اكشنز يبقى احنا ممكن نريوز البوست ده فحنخش هنا في البوست ديتيلز هنقول له ان ده هيبقى عبارة عن بوست واتأكد ان هو جابهولي من البوست انتيتي طبعا انا هنا اه يعني دخلت على تاني خالص هلوها ده كده مش بتاعنا المفروض ان احنا هنرفع اه البوست دي ده جوة فولدر جوة البوست بتعنا البوست دومين بتاعنا وهنسميه مسلا بتاعتنا والانتيتيز وهيبقى فيها الفايل ده اه كانتي دي يعني طيب الريتيرن بتاعنا بيجي البوست دايركت بعكس هناك كان بيجيلنا آه لما نبég هنا كان بيجيلنا الريزبنز البوست بيبقى آآ بيبقى الريج جوه الخصوصدي كده كنت هناك. بقول له الريزبنز هيجي على هي بتاع الهيه بتاع الهيه هيجي على هيه هيبقى جزء منه. لكن هنا انا قلت له بتاعنا او بتاعنا هيبقى على طول طيب. انا هنا اه بقول على فين? بقول على وبعدين سلاش بوست وبعدين سلاش اي دي اللي هو هيبقى البوست اي دي. سلو المفروض دي بقى فهنعمله كده. طبع البوست اي دي ده بيجي منين? بيجي لنا من هنا.